الاستقرار يعود من جديد لمختلف مناطق المملكة تفاصيل أكثر في النشرة بعد قليل النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع بنك الاتحاد شكل مستقبلك المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرز سنتر كريم هايبر ماركت شاي الغزلين جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل المهنية للاستثمارات العقارية والسعود وشركات أسعد لوقاتكم بكل خير متابعين في الأردن عاد الجو المستقر لعموم مناطق المملكة وسادة أجواء صافية في أغلب المناطق مع استمرار للأجواء المائلة لبلودة خلال ساعات النهار والباردة بشكل لافت خلال ساعات الليل خلال أيام القليلة القادمة يتوقع أن تستمر تأثيرات مرتفع جوي في عموم مناطق المملكة وإذن عموم منطقة بلاد الشام مع نشاط واضح في سرعة الرياح الشرقية والجنوبية الشرقية خاصة يوم غد الأربعاء سنستعر تفاصيلها في هذه النشرة لكن لا بأس نبدأ نشاطنا كالعادة بسوء الأقمى الصناعية الملتقطة خلال ساعة صباح اليوم حيث خلت عموم مناطق المملكة من الغيوم كنتيجة لامتداد لمرتفع جوي واسع النطاق شميلة عموم شرق البحر بمتوسط بلاد الشام العراق وأيضا أجزاء واسعة من الجزيرة العربية جلب معه هذه الأجواء المستقرة بعد فترة عدم الاستقرار الجوي التي عشناها خلال الفترة الماضية نتحدث أكثر حول الرياح المتوقعة اعتبارا من يوم غد الأربعاء حيث ستبدأ المملكة تتأثر بهبوب رياح شرقية إلى جنوبية شرقية اعتبارا من نهار اليوم الثلاثة وتشتد يوم غد الأربعاء يوم الثلاثة تكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة مع بعض الهبات النشطة خاصة في المناطق الصحراوية المفتوحة تعمل على إثارة الأتربة والغبار تستمر هذه الرياح الشرقية والجنوبية الشرقية بالهبوب خلال ساعة ليلة ثلاثة على الأربعاء وتزداد نشاطها وتتسع رقعتها خلال ساعة نهار يوم الأربعاء حيث تكون الرياح بشكل عام معتدلة السرعة تنشط أحيانا محبات نشطة في العديد من المناطق تعمل على إثارة الأتربة والغبار لكن اعتبارا من يوم الخميس تتراجع شدة هذه الرياح الشرقية لتتحول إلى غربية خفيفة السرعة مع انخفاض على درجات الحرارة مقارنة بيوم الأربعاء لتعود درجات الحرارة تصبح أقل من معدلاتها مثل هذا الوقت من العام خلال يوم الخميس وأيضا يوم الأربعاء وخلال عطلة نهاية الأسبوع ما استمرار الأجواء المستقرة والمشمسة بشكل عام التوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال هذه الليلة تسود أجواء مستقرة كما ذكرنا مع تفرق لبعض الغيوم عشر درجات مئوية فقط كحرارة مقاسة المحسوسة تسع درجات الرطوبة منخفضة والرياح تكون جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة من خلال ثلاث أيام القادمة يوم الأربعاء 18 درجة مئوية كحرارة عظم أما الصغرى 9 درجة مئوية فقط تنخفض يوم الخميس 15 درجة مئوية كحرارة عظم أما الصغرى 8 درجة مئوية مع أجواء رطبة وتشكل للضبع بالخفيف أما يوم الجمعة تستمر الأجواء باردة نسبية ودرجة حرارة أقل من معدلاتها مثل هذا الوقت من العام مع أجواء مشمسة بشكل عام 15 درجة مئوية كحرارة عظم أما الصغرى 9 درجة مئوية بالنسبة لتوقعات الجوية لباقي مناطق المملكة اليوم الأربعاء نبدأها من المنطقة الشمالية تفرق لبعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة خاصة منها الغيوم العالية المفرق 19 إلى 9 إربد 20 إلى 10 جراش 20 إلى 11 وعجلون 18 إلى 10 درجات مئوية بالنسبة للمنطقة الوسطى الزقاء 21 إلى 10 عمان 18 إلى 9 البلقاء 17 إلى 11 مادة 20 إلى 9 والبحر 26 إلى 19 درجة مئوية مع انتشار كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة الكرك 19 إلى 9 الطفيلة 16 إلى 9 الشبكة 14 إلى 7 معان 18 إلى 11 والعقبة 27 إلى 17 مع انتشار كميات من الغيوم العالية بدون فعالية تستمر هذه الغيوم العالية بالانتشارة أيضا في المنطقة الشرقية مع تسجيل الرويشة 19 إلى 10 الصفاوي 19 إلى 7 درجات مئوية فقط أما الأزرق 20 إلى 9 درجات مئوية إلى هنا تنتين نشرتنا للقاء النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع بنك الاتحاد شكل مستقبلك المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن شاي الغزلين جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل المهنية للاستثمارات العقارية والسعود وشركاه للتطوير العقاري المترجم للقناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر